قابلنا مع عموها. الجلال ده كان سنة سنة. قال لي تم مصر جديدة. دي مصر الجديدة دي مشهورة جدا. انا استغرابت على المناجل ده يعرف مصر الجديدة. ليه يعرف مصر الجديدة. ليه يعرف مصر الجديدة? راحت الله علي. هو بما ان هو ريلوين جينيل يعني مهندس سكر حديد. مصر الجديدة مبنية على السكر الحديد لان المترو هو سكر حديد لان اي حاجة بتجري على قضوات تضطر سكرها. وراني على مصر الجديدة مقالة على مصر الجديدة نهاية كانت في الارضعينات انتقدت اجمل واكمل ضحية في العالم. نتيجة نمرت واحد اللي تخططها بالنسبة للموصلة المترو مع التروماي. كان المترو بيقطع مصر الجديدة بطول والتروماي بيطلع على مصر جديدة بالعرض وبعدين يطلع على العباسية. نمرت اتنين للتصميم المعماري بتاعها ان هو اخذ من التصميم العربي والتصميم الدماء الكولونيالي البواكي. البواكي دي حاجة مهمة جدا. يعني البواكي دي بالنسبة وطقس زي انا زي ما اتكلم عن المناور. البواكي زفير دي مش تحكي البواكي. ما انتشف شها بزفير. بعد كده كل سنتيمترا عاوز يستفيد منه يعملي العمارة. يعني المهمة. فهو وجه النظري الى ان اليوملس دي على مستوى العالم شيء في غاية التفرط. تصميما وتنفيذا وتفكيرا. حاجة شيء بديع. يعني احنا لو كنا في الحكة في الدنيا. كانت حافز على مصر الجديدة دي كما كانت. كان موزة. مصر الجديدة كان فيها اجمل اه 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 نمازج الاردي كور اللي انا شفتها. انا شفت فاريس وشفت اه اه روما وشفت اجمل نمازج الاردي كور في الامارات او الفيلات انا شفتها في مصر الجديدة.